بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين في برنامجكم الرمضاني أفضل الليالي الذي نسلط فيه الضوء على مواضيع حادفة ومفيدة إن شاء الله مع ضيوفنا الأعزاء وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل أحبتي الكرام نترككم مع أولى فقراتنا في هذه الحلقة مع ضيف البرنامج سماحة السيد قاسم الموسوي ليحدثنا عن سبيل الأنس بالله تعالى فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ بسبيل الأنس بالله تعالى أذكر لكم هذا الحديث عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وما أروعه من حديث قال فيه من أنس بالله عز وجل استوحش من الناس وعلامة الأنس بالله الوحشة من الناس ليلة القدر هي الذروة ليلة الذروة المباركة ذروة القرب والحب والأنس بالله عز وجل والسبيل لتحصيل هذا الأنس يتقوم بأمرين الأمر الأول المعرفة المعرفة لله سبحانه وتعالى واستحضار الله سبحانه وتعالى في قلبه ومناجاته والابتهال إليه تبارك وتعالى والأمر الثاني هو المواضبة على فعل الواجبات والمستحبات وطبعا وترك المناهي والمحرمات هذه التي تبعث الحب في قلب الإنسان وكلما اشتد حبه لله عز وجل حينئذ كانت همته أكبر عزيمته أعظم إرادته أقوى ولكن أيها الأحبة دعونا نقول شيئا مهما عبر التجربة لعلمائنا الأعلام قالوا أن الإنسان إذا قام بعمل صالح القلب يلتذ بذلك يستشعر الحب فإذا ما فعل عملا صالحا قام بعمل صالح ثاني ازداد ذلك الحب ويشتد الحب كلما ازداد الإنسان من عمله فإذا كان هذا العمل خدمة للناس وسعيا في قضاء حوائج الناس اشتد الحب لله تعالى هو لما يقوم بخدمة الناس لله عز وجل إذا كان يبتغي مصلحة أو شهرة أو مال لا يشعر بشيء من ذلك لأن عمله لا يتسم بسمة الإخلاص متى يتسم العمل بالإخلاص إذا لم يبتغي من وراء ذلك مصلحة فإذا كان عمله متسم بالإخلاص سوف يورثه الحب وإذا أورثه الحب حينئذ الحب كما قال هو الإكسير الأعظم إذا تلذذ الإنسان بلذة الحب لله عز وجل حينئذ سوف يقبل على مشاق الأعمال أي عمل فيه جهد وجهاد ومشقة لا يشعر بأثر المشقة أرأيتم أصحاب الحسين عليه السلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب عليا في الحروب لا يشعرون بتعب الجهاد والقتال بل لا يشعرون بالآلام الجراحات التي تصيبهم لما؟ لأن قلوبهم اشتعلت بحب الله عز وجل وإذا ما اشتعل حب الله في قلب الإنسان حينئذ يقدم الإنسان على الأعمال مهما كانت كبيرة مهما كانت الأهوال خطيرة المخاوف عظيمة لا يبالي بها لماذا؟ لأن غاية من الإنسان هو لقاء الله عز وجل وأفضل طريق للقائه هو الشهادة وفوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر هذا طريق الأنس بالله عز وجل الدعاء بين يديه تلاوة القرآن الوقوف يوصلي لله عز وجل العمل والسعي الحثيث لخدمة الناس والخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله والحمد لله رب العالمين أحبة الكرام العبادة لله تعالى تعني التحرر من أغلال النفس الأمارة والالتجاء إلى مطلق الكمال الذي بيده مقاليد السماء والأرض العبادة لله تعالى تعني ترك عبادة الهوى وتعني الفوز بلقاء الله والفوز بالجنان وللعبادة أنواع متعددة كالصلاة والصيام والحج وغيرها ومنها الاعتكاف هذه السنة النبوية الجميلة والرائعة عن فضل الاعتكاف خصوصا في العشر الأواخري من شهر رمضان يحدثنا سماحة السيد عادل العلوي فلنشاهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى الاعتكاف لغة من باب الإفعال يعتكفوا اعتكافا أصله من عكفة باعتبار كل المزيد فيه من الأفعال المزيد فيها إنما يرجع إلى الثلاثي المجرد فالاعتكاف مشتق من فعل ماضي من أكفة يعكفوا أكفا والعاكف لغة بمعنى المكث في مقام في مكان والحابس في مكان فإنه يذهب إلى المسجد ويقضي حياته ثلاث أيام لا أقل في المسجد بين صلاة بين صيام بين قيام بين تلاوة القرآن بين الدعاء بين التفكر تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة الأعمال الموجودة والعبادات الموجودة التي يقوم بها المعتكف في اعتكافه فحينئذ يستحب له أن يعتكف ولا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه ورد التأكيد في الأحاديث النبوية الشريفة وكذلك الأحاديث الولوية يعني المنسوبة إلى أولياء الله والصادرة من أمدنا الطهار عليهم الصلاة والسلام تأكيد خاص على هذا الاعتكاف بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرة العشرة الأواخر من شهر رمضان يشد مأزرة ويعتزل النساء طبعا من حيث المقاربة يعتزل النساء لا من حيث التكلم من حيث المقاربة كان يعتزل النساء ويعتكف في المسجد لله سبحانه وتعالى عشرة أيام ولنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة صالحة الشيخ القليني في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى يعني في السنة الثانية بعدما شرع الاعتكاف ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر وفي دعائم الإسلام بإسناده عن إمام الصادر عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قام أول ليلة في العشر الأواخر مشير رمضان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس انتصرتم الله نصركم في مواطن كثيرة ووعدكم الإجابة ادعوني أستجب لكم فقال ادعوني أستجب لكم ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد شيطان مريد يعني الشيطان الخبيث الشيطان المتمرد ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة أملاك أملاك يعني ملك يعني ملائكة سبعة أملاك سبعة ملائكة يقيدون هذا الشيطان فليس بمحاول أو بمحلول ينقضي شهركم هذا إلا وأبواب السماء مفتحة لكم ألا وقد وكل الله بكل شيطان المريس سبعة أملاك فليس بمحلول ينقضي شهركم هذا إلا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة ألا والدعاء فيه مقبول ثم شمر رسول الله لكنه على أنه قام وشمر سعده ثم شمر رسول الله وشد مئزله أي أتزل النساء وبرز من بيته واعتكفهن وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة بين المشاءين أهلا بكم من جديد سادتي المشاهدين الأكارم سوف تكون فقراتنا الآتية عن بيان حكم من الأحكام الفقهية الرمضانية مع سماحة الشيخ خاني البنة حيث اخترنا أن تكون أحدى فقرات هذا البرنامج فقرة فقهية لأهمية الفقه في حياة الإنسان حيث أن صحة العبادات متوقفة على معرفة الحلال والحرام كونوا معنا هناك من الوظائف والأعمال المهنية ما يحتاج العامل فيها إلى شرب الماء ساعة بعد ساعة وفترة بعد أخرى كالذي يعمل تحت السماء في حرارة الشمس والذي يعمل في بعض المصانع التي ترتفع فيها درجات الحرارة فيقول يا شيخ أنا لا أقوى على الصوم أضطر لشرب الماء فهل يجوز للعامل أن يشرب الماء في مثل حالته أم لا من الواضح أن شرب الماء يفسد الصوم وبالتالي لا يجوز له بعد وجوب الصوم عليه أن يتناول المفتر فإذا أمكنه أن يبحث عن وظيفة أخرى دون أن يقع في الحرج فليبحث لا يمكنه لكن يمكنه أن يطلب إجازته في شهر رمضان ليقوى على الصيام فليأخذ إجازته في شهر الصيام تارة يقول أنا لا وظيفة لي غيرها لو أستقيل أقع في الحرج من أين نفقتي ونفقت عيالي وإذا طلبت الإجازة لا أعطى إياها في شهر رمضان يمكن يعطوني سنة بس مو كل سنة وإذا أصوم أقع في الضرر أو الحرج الشديد أريد حلا فإذا هنا فرض المسألة أنه متوقف رزقه ونفقته ونفقت عيالي على ذلك ولو قلنا له يستقيل يقع في الحرج إجازة لا يحصل في شهر رمضان فحينئذ ماذا يصنع يداوم وإذا وقع في الحرج رفع حرجه بشرب ما يرفع الحرج ثم يمسك وجوبا على الأحوط بقية النهار ويقول لا خلاص فطرنا خلنا أخذ راحتنا لا الأحوط وجوبا يشرب بقدر ما يرفع الحرج ويكمل صومه ثم في الإجازة يقضي ذلك اليوم يكمل إمساكه هو ليس صوما لأنه فسد بشرب الماء لكن يمسك بقية النهار وإذا جاءت إجازته يصوم ليقضي ما أفطر في شهر رمضان فإذا فرض المسألة ليس بالسهولة أن يفطر أولا يبحث عن وظيفة لا تضطره للإفطار لا يوجد ترك الوظيفة حرج يختار الإجازة في شهر رمضان لا يمكن يصوم وقع في الحرج تناول ما يرفع الحرج فقط وأمسك بقية النهار ثم يقضي ذلك في الإجازة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أحبة المشاهدين إن ليلة القدر تتميز بخصائص وأسرار كثيرة لا يمكننا الإحاط بها فهي ليلة لا تضاهيها ليلة ويكفي نزول سورة بكاملها في فضلها وشأنها وهناك أسئلة كثيرة تطرح في هذا المجال منها هل أن ليلة القدر واحدة أو متعددة وإن كانت واحدة فما هو السر وراء إخفائها في ليالي متعددة وهذا ما يجيب عنه ضيف البرنامج سماحة الشيخ نبيل أمهز فلنشاهد ولنستمع إلى ما يتفضل به بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خفاء قدره الله سبحانه وتعالى وقدر به وجعل هذه الليلة المباركة مخفية في ليالي ثلاث تسعة عشر واحد وعشرين تلات وعشرين لماذا؟ ليجتهد المؤمن في مراتب القرب بل أنه درجة العلماء الكبار على إحياء الليالي العشر الأخيرة لماذا؟ وذلك طلبا لمراتب القرب ومن هنا الاجتهاد في ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يقدر على المؤمن ما هو لعامه وهذا التقدير لعامه إذا كان المؤمن في تضرع وفي نظر وفي محضر الله سبحانه وتعالى بحضور قلب الله عز وجل أكرم من أن يرد أكفا في هذه الليالي المباركة وأن يرد عينا قد دمعت وأن يرد قلبا وجل في محضر الله سبحانه وتعالى وأن يرد إنسانا أظهر الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة فلذلك هذه الليلة هي مظهر العبودية لله سبحانه وتعالى التي يحقق فيها العبد قرب هو مجموع عمر الإنسان ألف شهر خير من ألف شهر يعني ما معدله مجموع عمر الإنسان ما يؤديه في ليلة هو ما يختصر له بالنسبة لعمر كامل اللهم وفقنا لإحياء ليالي القدر ومتعنا يا رب العالمين برحمتك إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على محمد وآله الطاهر أعزائي الكرام وكما قلنا فإن خصائص ومميزات ليالي القدر كثيرة والحديث في هذا الموضوع شيق بقدر شوقنا إلى إدراك هذه الليالي المباركة والكلام متشعب ولا يمكن إحاطته بوقت قليل عن عظمة ليالي القدر وعن خصوصية ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك يحدثنا سماحة الشيخ محمد شقير فلنشاهد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى لبيته الطيبين الطائرين بناء على النقاش الحاصل في تحديد ليلة القدر قد يفهم البعض بعض النصوص الدينية وأكثر من بيان ديني بطريقة غير دقيقة ربما بحيث أنه هذا الفهم قد يدعوه إلى عدم الاستفادة بشكل جيد من بعض الأزمنة من بعض الأوقات على سبيل المثال ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك باعتبار كونها ليلة القدر هذا الأمر يتطلب أن يعاب النظر في هذا الفهم أولا لأن هذه الأعمال التي يقوم بها في ليلة التاسع عشر هي أعمال لها خصوصياتها ولها آثارها الخاصة وتترتب عليها جملة من النتائج ونحن نعلم بأنه كما توجد أعمال خاصة لهذه الليلة أو تلك الليلة من ليالي القدر أيضا هناك أعمال خاصة في هذه الليلة لكن الفكرة الأساس التي أريد أن أشير إليها والتي ربما تساعدنا على تلافي هذا الفهم القاطئ هو أنه ورد في بعض الروايات ما يستفاد منه بأن العلاقة بين ليلة التاسع عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاثة وعشرين هي علاقة تكاملية وليست غير ذلك ما معنى أن هذه العلاقة هي علاقة تكاملية بمعنى أن هذا الأثر في ليلة ثلاثة وعشرين مرتبط بأمر آخر في ليلة إحدى وعشرين وهذا الأثر في ليلة إحدى وعشرين مرتبط بأمر آخر موجود في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وإذا كان هذا هو المعنى الذي يستفاد بأن العلاقة تكاملية هذا يتطلب مننا أنه إذا أردنا أن نؤسس لتلك النتيجة في ليلة ثلاثة وعشرين هذا يعني أنه يجب أن نلتفت إلى ليلة إحدى وعشرين وإذا أردنا أن نؤسس لذلك الأثر أو تلك النتيجة في ليلة إحدى وعشرين هذا يعني يجب أن نلتفت إلى ليلة التاسع عشر وما ينبغي أن نقوم به في هذه الليلة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما يلي التقدير في ليلة تسعة عشر والإبرام في ليلة إحدى وعشرين والإنضاء في ليلة ثلاث وعشرين هذا يعني بأن هذه الأمور التي يتم إنفاذها وإنضاءها في ليلة ثلاث وعشرين هناك إبرام يحصل قبل ليلتين وهذا الإبرام الذي يحصل قبل ليلتين هناك تقدير يحصل قبل ليلتين منه وهذا يتطلب مننا أن نؤسس لتلك النتائج في ليلة ثلاث وعشرين من خلال الاهتمام بالعمل في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وإعطاء هذه الليلة حقها من الأعمال وعدم الاستخفاف بها أو إهمال أي أمر موجود فيها والحمد لله رب العالمين أحبتي الأفاضل نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن لا يحرمنا وإياكم من فيوضات تلك الليالي المباركة وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا وأعمالنا وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أفضل الليالي الشكر وموصول إلى ضيوف البرنامج الكرام ولكم سادة المشاهدين على حصن الإصغاء والمتابعة نسألكم الدعاء وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر